اشتركوا في القناة وقوية وبتشهد ندية خاصة مع طبعا كمان وجود عماد النحاس كمدير فني لزئاب الجبل قبل ما نتكلم عن احداث ماتش النهاردة كنت عايز اكلمكم فاكتر من موضوع نفتحه مع حضراتكم كده قبل ما نروح لماتش الاهلي والمقاولين في البداية من اول ما انتهت مباراة النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي بالتعادل السلبي وشايفين كده ان في قلة بتحاول تصدر الاحباط لجمهور الاهلي الكبير وكأن التعادل اللي فات مع البنك الاهلي كأنه نهاية العالم وكأن كمان الدوري خلص وراح للمنافس او المنافسين كل ده عشان تعادل مباراة يبقى الترخير بقى الناس التانية اللي بتفقد بطولات باستمرار لكن اللي احنا متفقين عليه فعلا لازم يكون فيه حالة حزن وزعل عادي ده وضع طبيعي لان احنا تعودنا ان النادي الاهلي دايما بيرفع شعار الفوز بس بس برضو اللي احنا عايزين نقوله التعادل وارد والهزيمة واردة في الكرة ده وضع طبيعي ممكن تتعادل مع فريق صغير ممكن تتعادل مع فريق كبير ممكن تخسر من فريق صغير ده وضع طبيعي احنا شوفنا مبارح ريال مدريد في الكاس بيخسر من فريق درجة ثالثة ده وضع طبيعي عادي ممكن يحصل احنا اه تعودنا في الاهلي على المكسب دايما ودايما عندنا ثقة في الجهاز الفني واللعيبة على مدار جميع الاجيال عادي اتعودنا ان المكسب ده جوانا من اول ما بنلبس الفانيلا الحامرة دي قواعد واساسيات وبتبقى قواعد ايه كمان سوابة رسخة بالنسبة لنا كلعيبة كمجالس ادارة كاجهزة فنية كجماهير صح انا معاك نادي الاهلي عودنا على كده طول عمره ولكن عادي ممكن يكون مش يومي يعني انت الوقت اتعادلنا مباراة ايه اللي حصل يعني اسألني ايه اللي حصل اقول لكم ايه اللي حصل يعني اقول لكم ايه نقطة راحت عادي احنا لسه في البداية يا ما شفنا من ده كتير ويا ما شفنا افكركم افكر حضراتكم على مدار السنين كتير كنا بنشوف المنافس 11 نقطة فرق 13 نقطة فرق انا حضرت السنة كده على فكرة وخلي بالكم عادي الانسان ممكن يخطئ كلنا بنخطئ عادي فيش مشكلة اليوم ده ما كانش يومنا بداية من الاختيارات التشكيل ليه الظروف اللي حصلت في الماتشو وعدم التوفيق ليه الجل اللي تلغى وعدم التوفيق لحاكم مباراة يعني اليوم تحس كده ان يوم مش طبيعي ظروف المطر والارض كله على بعضه كده يعني كان تحس ان اليوم ده هيصال في حال بكمان بإصابة وليد سليمان في بداية المباراة في التسخين فاليوم من أوله تشعر في أيام كده تحس ان عادي ما فيش مشكلة السيناريو ده السيناريو اللي أنا بقول له بقول له حضراتكم عليه حتة الإحباط والناس في ناس توصل لك ان لا خلاص بقى راحت عليكم واللعيبة دي مش عارف ايه والجهاز الفني الله ده احنا من أسبوعين تلاتة بس اللعيبة دي جايبا لنا تلات بطولات يعني اللعيبة دي والجهاز الفني جايبين تلات بطولات منهم واحدة بالقاضية اظن دي محدش يقدر ينساها انما بقى بعد ماتش البنك الاهلي شفنا واسمعنا شوية تعليقات سواء بقى من بعض الزملاء المحللين او بعض رواد السوشيال ميديا حاجات كده مش مقبولة ومش منطقية وبايه بقى بيعمل لك ايه بيحل الأداء لعبة النادي الأهلي في المباراة دي بس وكأن لعبة النادي الأهلي فنيا لا ما تنفعش الفترة دي خالص الجهاز الفني ده لا والله ده الكبير عليه قوي النادي الأهلي الله طب ما الجهاز الفني ده واللعيبة دي من شهر ما كانش كده يعني فجأة كده بعد ما تعادلنا مباراة اللعيبة دي ما تنفعش الجهاز الفني ما عندوش فكرة عادي كلنا ممكن نخطئ ممكن مش يومنا وضع طبيعي انه ممكن تلاقي اكتر من ثلاث تربع الفرقة مش يومنا ممكن تلعب ماتش وحش فيه توفيق وعدم توفيق دي موجودة في كل حتة ما كانش يومنا ايه المشكلة انما انت عايز خلي بالكم جمهور النادي الأهلي جمهور واعي جدا جمهور واعي جدا وافكركم بحاجات كتير واخرها القاضية افكركم بحاجات كتير واخرها القاضية اللي من شهر الموقف ده حصل لنا كتير جدا جدا افكركم بحاجة يمكن كلنا فاكرينها السنة اللي قبل اللي فاتت ده يعني حاجة مش بعيدة انا ما يكلموش بقى على حاجة انا عشتها سنة 95-96 لما كان نادي الزمالك كسبان بفرق او متصدر بفرق 13 نقطة وفي الاخر النادي الاهلي كسب الدوري بكمان فرق مش عارف 3 نقط او 5 نقط ده كان سنة 95-96 دي انا حضرتها لا انا فكركم بالسنة اللي قبل اللي فات لما كان المنافسين بيصدروا لنا مش حالة احباط بقى لا بيصدروا لنا ان كل سنة وانتو طيبين العشر مواسم اللي جاي واتقال كده خلي بالكم اتقال كده العشر مواسم اللي جاي دي دول بتوعنادي الزمالك ودول خلاص راح عالاهلي وكل حاجة دلوقتي بقى تبتدوا انتو من الاول احنا عندنا المكافينا وعندنا زيادة وعندنا لعيب قد كده وعندنا لعيب اتقال منكم وعندنا مش عارق كان فارق كام وصل في بعض الاحيان ل11 و13 نقطة انا عايز بس حضراتكم تفتكروا معايا ايه اللي حصل ساعات مين خد الدوري في الآخر برضو النادي الاهلي وغل خد الدوري برغم فارق النقاط ده وبرغم ان البعض كان بيحاول يصدر لنا ان البطولة خلصت وان النادي الاهلي خلاص العهد اللي جاي بقى لمدة عشر سنين ايه اللي حصل بتكروا بس حضراتكم معايا الموضوع مش من بعيد موضوع السنة اللي قبل اللي فات ما كانش الظروف كده في الاسبوع السابع ولا الاسبوع الثامن وفارق نقطة لا وارد جدا انك تخسر بطولة عادي وارد بتحصل في حتة في العقل ما فيش حق ما فيش رصه ما فيش فرقة بتكسب كل البطولات وما فيش فرقة بتكسب بصفة مستمرة كل البطولات وما فيش فرقة بتكسب كل المباريات بصفة مستمرة ده وضع طبيعي في الكرة الناس اللي بتفهم في الكرة عارفة دي واللي ما بتفهمش في الكرة كمان فيش حق بيكسب على طول انما انت كجمهور اهلي اه ازعل ازعل ان انا ضيعت النقطتين كانوا سهلين كانوا ممكن يعني انهم يجريوا ولكن ولكن من بداية الماتش يمكن من بداية التسخين لحد ما انتهت المباراة في عدم توفيق لكل اللي في الملعب ما فيهم حد حكم المباراة والان ما حيبش انتقد حكم المباراة ولكن كان فيه عدم توفيق بصفة عامة فيش مشكلة انما كمان انا كجمهور اهلي لازم اكون وعي قوي واحنا وعيين احنا كجمهور نادي اهلي احنا وعيين محدش يصدر لنا الاحباط خصوصا خلي بالكم احنا واخدين الثلاث بطولات بتوع السنة اللي فاتت كلها واخرها من شهر فاللعيبة والجهاز الفني احنا بنسخ فيهم ثقة كاملة فنقل بقى الاحباط لللعيبة والجهاز الفني والتشكيك فيهم والتشكيك في الجهاز الفني جمهور الاهلي ما بيخشش عليه الكلام ده انت دلوقتي بتهجم اللعيبة والناس الناس أنا بتكلم على الاهلوية الاهلوية واللي انا بسخ فيهم ان هما بيحبوا نديهم بيسخوا في لعبتهم وبيسخوا فيه الجهاز الفني هو بيعملوا كده ليه؟ بيهاجموا اللعيبة والجهاز الفني ليه؟ لمصلحة المنافسية اللي هم أصلا مش عارفين ينفسوك في الملعب فيروحوا يعملوا إيه بقى؟ يروحوا لطرق تانية يحاولوا يأثروا بيها على أدائك وأكيد ده في الآخر خالص إيه؟ يقولك إيه؟ أصلا بقى من مصلحتي أنا مش عارف أجيبه في الملعب فأنا أحاربه بره الملعب طول عمرها كده وطول عمرها مش طول عمرها يعني حصلت أوقات كتير جد وأنا بقول لكم aakhirlها السنة اللاب للفاتث إنما لا جهاز الفني بتأثر في النادي الأهلي ولا مجلس إدارة بتأثر ولا لعيبة بتتأثر ولا كمان جمهور بيتأثر لأن الجمهور عارف معدن لعيبة النادي الأهلي وعارف ايه هو النادي الأهلي وعارف مجلس إدارة النادي الأهلي شكله ايه؟ وعارف قيم ومبادئ وتاريخ النادي الأهلي مش هتصدرنا للإحباط وإحنا عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في لعبتنا وفي الجهاز الفني وفي المنظومة ككل هم مش عايزين نكسب هم عايزين يحربونا في الحتة دي عايز يهمدك يجيبك ماتش ورا ماتش نقطة ورا نقطة هو بيحربك إعلاميا بيحربك بر الملعب طيب انت الحرب دي السنة اللي قبل الفاتت حصلت وفكرتك أنا دلوقتي خدنا البطولة السنة اللي فاتت قالك ايه بعد الدوري أصلا دول خدوا الدوري يا عم بعد الكورونا خلاص هو الدوري كان الدوري الأولاني خلصان والدوري التاني الفرق كلها ما كانش قد كده فكسبوا الدوري من الدوري الأول إنما حالتهم الفنيها ضعيفة قوي وحالي يخساروا في بطولة أفريقيا حيخساروا في كاس مصر إيه اللي حصل خدنا بطولة الدوري زي ما هم كانوا بيقولوا خدناها من بدري من الدور الأولاني خدناك بطولة أفريقيا وخدنا كاس مصر فالحاجات اللي بتحصل مش هتأثر علينا خلي بالكم كمان مش هتأثر على الجمهور هم بيحاولوا يدوسوا في حتة الإحباط للجماهير عشان الجمهور تقلب على الفرق جمهور نادي الأهلي عمر وما بيقلب على الفرق هفكركم أنا بسنة أنا حضرت فيها كالعيد كورة السنة دي كان النادي الأهلي وصل فترة من الفترات للمركز العاشر وربنا شاهد على اللي أنا بقوله الجمهور كان بيجي لنا التدريبات والماتشات كأننا واخدين البطولة يعني جمهور النادي الأهلي في الفترة دي زي ما عودنا دايما النادي الأهلي وزي ما عودتنا دايما جماهير النادي الأهلي في المحن بيقفوا معاك زي ما بيقفوا معاك في الفرح بيقفوا معانا برضو في المحن وفي الصعوبات خلي بالكو احنا ما وصلناش لكده دلوقتي أنا بس بتكلم بذكر حضراتكم بحاجة أنا حضرتها وسيلنا في وقت من الأوقات بقول لحضراتكم كان معانا مدارب أجنبي للمركز العاشر والسنة دي اللي أنا بقول لحضراتكم عليها خسرنا الدول كويس المنافس المنافس لعبنا في النهاية كاس مصر اللي هو نادي الزمالك نادي الزمالك في الفترة دي كانت فرها جامدة جدا خدوا البطولة خدوا بطولة الدوري حالوكم على موقف حصل في الملعب كان ساعتها نادي الزمالك اتحاد الكرة وده له درع الدوري العام نادي الزمالك جاب معاه في الملعب درع الدوري العام عشان يحتفل به هم قالوا كده عشان يحتفل به مع كاس مصر اللي هيخدوه من الاهل كلام ده حصل سنة 92 نهاي كاس مصر والنادي الاهلي عايز اقول لكم شوفوا السنة دي يمكن ما كناش موفقين في ماتشات الدوري وكان بصراحة يعني مستوى النادي الزمالك كان افضل في الفترة دي فنية والتوفيق كان غايب عننا في ماتشات كتير وكان حصل قلق في بداية الموسم وبعدين مدرب وبعدين جي مدرب فايه العملية كانت ملغبطة من الاول جمهور النادي الاهلي في نهاي كاس مصر مش عايز اقول لكم قد جمهور نادي الزمالك مرتين ثلاثة في الملعب وبيشجعنا والله والله بيشجعنا كأن احنا خدنا الكاس طول الماتش مع اننا حقول لكم حاجة كمان الشوت التاني شوت التاني كان نادي الزمالك تقريبا كانت الغلبة لي او السيادة لي في الملعب او السيطرة ولكن جمهور النادي الاهلي واحنا كنا تعبنين جدا ساعتا يعني وسنة كانت من اصعب السنوات علينا ولكن جمهور النادي الاهلي حد الدقيقة 95 وكأننا احنا جبنا البطولة بيشجعنا بجنون عنده ثقة فينا مش عايز اقول لكم يعني وهو مغمط كده حاس ان احنا هنجيب البطولة بالرغم من المنافس جايب معاه درع الدوري عشان يحتفل بالكاس يعني خدوا الكاس خلاص كويس فاحنا احنا جمهورنا دايما خلي بالكم عايز اقول لكم حاجة دي جوانا جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي على الحلوة والمرة معاه ده مش شعار ده مش كلام دي حقيقة واقعة ده فعلا حقيقة انا عشتها كلعيب وعشتها كمتفرج انا عشتها فعلا حسيت بيها من اول ما كنت بلعب في النادي الاهلي وده على مدار الاجيال اللي قابلي كمان ده حصلت حاجات حصلت كتير جدا جمهور الاهلي بيحب النادي الاهلي يعني مش عايز اقول لكم بطريقة جنونية بيسق في مجلس الادار بيسق في المنظومة في المنظومة ككل بيسق في لعبته بيسق في الاجهزة الفنية فمش مش هتخش عليه الحاجات دي مش هتدخل عليه الحاجات دي مش هتقصر فينا مش هتقصر فينا وان شاء الله باذن الله حنشوفه من النهار ده في العيب تلنادي الاهلي في الملعب خلي بالكم لما كان بيضيع مننا ماتش او يضيع مننا زمان كانت نقطة التعادل كان تحس ان احنا مش خسرانين تحس ان كان في حد ميت لك حتى جمهور نفسه يعني جمهور نفسه ما بيعرفش يعيش لما النادي الاهلي يخسر او يتعادل بتبقى يعني حاجة بالنسباله الدنيا سودا واحنا كلاعيبه كنا كده برد واكيد طبعا في النادي الاهلي ده توارث الحاجات دي متوارثة لان النادي الاهلي عود الناس على المكسب بس وده هدفنا كلاعبين او جماهير يعني او طبعا اجهزة فنية فانت دلوقتي خلي بالكم الوقت ده مهم جدا ان احنا لازم نقف مع لعبتنا ونقف مع جهاز الفني نقف مع مجلس اداريتنا بغاية الكابتن محمود الخطيب للفترة اللي جاية الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا وفترة خلي بالكم احنا رايحين نلعب في كاس العالم الاندية مع عظماء العالم وخلي بالكم دي ايه دي للمرة السادسة انت بتلعب مع كبار العالم وفي ناس بتتفرج عليك فعايزة ايه عايزة تدوس في الحكتة دي قوي عشان تايه تهمدلك فرقة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي قبل ما يلوحكس العالم عشان كده بتشوف دلوقتي وتسمع كلام غريب شوية ومش منطقي عشان يخلي جمهور النادي الاهلي يهاجم اللعيبة لا اللي ما يعرفوش بقى هذه القلة يعني ان جمهور الاهلي اكتر واعي زي ما احنا قلنا الواعي في جمهور النادي الاهلي كبير جدا وعارفين هم اللعيبة بتبزل جهدة دي ايه عشان تفرح الجمهور ده وزي ما قلنا اللعيبة دي اللي بيولو عليها كلام دلوقتي وجهاز الفني اللي بيكلموا عليه دلوقتي ده هو اللي جاب الثلاث بطولات ايه من شهر اخيرها القاضية ماشي نخش بقى على ايه الموضوع التاني اللي انا عايز اكلمكم فيه